ونختم بقصة برنامج جديد يعيد إلى الأذهان شبح برنامج بيغاسوس كثيرا عزائي المشاهدين ما يحذر قبراء الجرائم الإلكترونية من الدخول إلى الروابط المجهولة التي غالبا تأتي من خلال رسالة نصية منعا لاختراق أجهزتنا المحمولة لكن برنامج تجسس إسرائيلي كشف عنه النقاب يستطيع اختراق أجهزتنا دون الحاجة إلى خدعة الرابط مختبر سيتزن لاب المتخصص بالأمن الإلكتروني والشركة مايكروسوفت كشف عن أدوات قرصة من إنتاج شركة إسرائيلية تستخدم في اختراق هواتف الصحفيين والمعارضين ومنظمات حقوقية في عشر دول على الأقل منها السعودية والمغرب نعم مشاهدين الشركة الإسرائيلية كوادرين طورت برنامج تجسس لتسجيل المكالمات والأصوات الخارجية والتقاط الصور من الكاميرات والبحث في ملفات الأجهزة دون علم المستخدم كما أن هذه الشركة هي منافسة لشركة NSO الإسرائيلية سيئة السمعة المتخصصة في برامج التجسس أدوات القرصنة هذه تعرف باسم زيرو كليك بمعنى آخر لا تحتاج إلى النقر وتحظى بتقدير مجرم الإنترنت والجواسيز وسلطات إنفاذ القانون لأنها تستطيع اختراق الأجهزة من بعد دون أن يحتاج مالكها إلى فتح رابط انضار أو تنزيل ملف مرفق به كفيروس عموما الكشف عن هذا البرنامج يأتي وسط حملة أمريكية على صناعة برامج تجسس دولية فقد قام البيت الأبيض بالحد من شراء الوكالات الأمريكية لبرامج مراقبة إذ كانت هذه البرامج تستخدم حكومات قمعية في الخارج وقد تفعل رواد مواقع التواصل الاشتماعي مع هذا الخبر الناشط سامر قواص يرى أن الهواتف النقالة هي أفضل وأكثر الأدوهات استخداما للتجسس فهي تلازمك دوما وتعطي بيانات مكانك وتحركاتك ولو كنت غير متصل بالشبكة حسب تغريدته الله يصدر